بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى نعيش مع أسماء الله الحسنى وقلت قبل ذلك أن أسماء الله جل وعلا تدور بين أسماء الجلال وأسماء الجمال وأسماء الكمال نعيش اليوم مع أسم من أسماء الله الجلالية الجمالية يحمل معاني الجلال ويحمل معاني الجمال وهو اسم الله الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار سبحانه وتعالى هو الذي خضع وذل لعظمته كل شيء ما من جبار ولا متكبر في الأرض إلا وأذله الله إلا وخضع وذل لمولاه سبحانه وتعالى هذا بمعنى الجلال الجبار هو الذي خضع وذل لعظمته كل جبار ومتكبر وتستطيع أن تقول بأن من معاني الجمال في اسم الله الجبار أنه يجبر بخاطر عباده الله جابر لخواطر الخلق لملاء وهو الخالق وهو الرؤوف وهو الرزاق وهو الرازق وهو الرحمن وهو الرحيم من جبر بخواطر الخلق جبر الخالق بخاطره من كسر قلوب الخلق انتقم الله منه ومن جبر بقلوب الخلق وبخواطرهم جبر الله بخاطره الجبار سبحانه وتعالى يتجلى لنا معنى هذا الاسم من خلال ما حصل مع سيدنا رسول الله عندما ذهب لأهل الطائف ذهب إليهم يدعوهم لعبادة الله جل وعلا فما كان منهم إلا أنهم آذوه وأمر الصبيان أن يقذفوه بالحجارة فماذا فعل الحبيب الشفيع نظر إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أن القوم فعلوا بيما فعلوا إلهي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى وبعد دقائق إذ بسيدنا جبريل يتنزل ومعه ملك الجبال في منطقة يقال لها قرن الثعالب تجلى الله بجباريته على نبيه وقال يا حبيبي يا محمد إن هؤلاء الذين آذوك إن أردت أن أريك عجائب قدرتي فيهم فسيكون هذا فقال ملك الجبال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين والأخشبين جبلين عظيمين في مكة لو فعلها ملك الجبال ما بقي منهم أحد فما كان من الحبيب الشفيع إلا أن قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا حتى هذا يتضح لنا معنى اسم الله الجبار جلاليا بمعنى الجلال المنتقم وبعد هذه الكلمة التي قالها النبي يتضح لنا اسم الله الجبار بمعناه الجمالي جبر الله بخاطر نبيه ها هم أعداء النبي أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمي بن خلف ألد أعداء النبي يتفننون في إذائه وعدوته يشبر الله بخاطر نبيه ويخرج من أصلاب الأعداء أصحابا لرسول الله فيجعل من نسل الوليد خالد بن الوليد ومن نسل العاص عمر بن العاص ومن نسل أمية صفوان بن أمية يدافعون عن رسول الله ويدافعون عن الإسلام فالجبار معناه المنتقم بالمعنى الجلالي ومعناه جابر الخواطر بالمعنى الجمالي من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر نسأل الله جل وعلا أن يجبر بخاطرنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجلى علينا بأنوار وأسرار اسمه الجبار اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته